طبعا السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم أصدقائي أصدقائي قناة Good Twins طبعا أصدقائي إن شاء الله برضو موضوع اليوم عن المدونة الجديدة كيف أنت يا سيد العزيز تخلي المدونة تفعتك تأرشف المقالات بسرعة طبعا لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي أنا لو إجيت هان تمام أكم مقال في عندي في عندي تسعة مقالات والمشكلة كمان التانية الدومين لو إجيت عمل تعرض للمدونة تركز دي على الدومين XYZ بمعنى إنه من أصعب الدومينات الموجودة في جوجل تمام اللي ممكن تتأرشف مقالاتها طيب تمام أسيسو لو أنت ركست معي أكتر يا سيد العزيز هذا المقال اللي أنا إجيته كتبته تمام هذا المقال اللي كتبته يا سيد العزيز قبل ساعة أو تنتين المفروض ياخد معي الوقت الطبيعي إلو ليتأرشف في جوجل تمام حوالي من 6 ساعات ل 12 ساعة على الأقل لكن لو إجيت يا سيد العزيز عملت بحث قبل 3 ساعات بالفعل تمت الأرشف على جوجل طيب إيش السبب أسيسو أو كيف أنت بتأرشف المقالات تبعتك طبعا لو أنا إجيت هنا يا جماعة تمام هيبحث بالشكل هذا خلينا أتأكد طبعا لو لاحظتوا يا أصدقائي بالفعل المقال اتأرشف معي 100% فيا أصدقائي اللي حابب أوسطوا من الصورة هذه أنت بإمكانك اتأرشف المقالات تبعتك وبكل سهولة تمام لكن لازم برضو تشغل بعض العصبانات على أساس تقدر اتأرشف المقالات تبعتك طب كيف هذا كلمة سيسو حبيبي أنت لو نشرت المقال تبعك ليش ما تخلي آلة أو تقنية أو موقع معين لينشر المقالات عنك وفي نفس الوقت يا سيد العزيزي كسبك باك لينك تمام ويديك جوه بأرشفة جوجل تمام لهو قصد فيه جوجل كونسول وقف أساسو أنا برضو مش فاهم أصدقائي زي ما شرحت من قبل موقع IFTTT تمام لنشر تلقائي في عندي موقع تاني وسهل استخدامه طبعا هذا هو الموقع لو أنا إجيت فحصته يا جماعة وقلت تشك بالشكل هذا تمام خلينا نشوف كيف قصته والله يا سيسو الدومين أسرتي فيه 67 والبيج أسرتي 52 وتخيل قدش كمية الباك لينك الموجودة وهدي يا سيد العزيز ثقة جوجل زي ما أنت شايف والأساس لسبام سكور 11 لكن قصة 11 ما بأسرش نهائي تمام خصوصا إنه الدومين الموجود هان لو أنت لاحظت عمره حوالي 13 سنة كاملات معنا الكلام لو أنا يا جماعة إجيت ودخلت على الموقع بالشكل هاد أفضل وأنصحك تمام تسجل فيه تسجل فيه على أساس تكسب قوة للمدونة تبعتك أي أن كان نوحة حتى لو كانت مدونة جديدة ماشي يا سيسو طب السيسو إيش اللي أسويه بالظبط اضغط له يا سيد العزيز على كلمة sign in طبعا بتقدر تعمل عملية تسجيل الدخول من خلال جوجل أو فيسبوك أو تويتر أو بإمكانك تسجل زي حالتي يا سيد العزيز بجيت أنا وسجلت بالشكل هاد تمام أنا عشان عامل حساب من قبل تمام لو أنتوا لاحظتوا أصدقائي مباشرة دخلنا على الموقع طيب تمام يا سيسو هلوقت إيش اللي أسويه أنا بالظبط بدي أجي بدي أضغط على أي مكان طبعا يا جماعة بسمح ليوتيوب لو حبيت تنشر من خلال يوتيوب نفسه لكن أنا بدي أركز حاليا على الفيد برانر تمام إيجيت وضغطت ضغطاية زي هيك هنا بقولي يا سيسو إيش حابب تضيف انتهن طبعا مباشرة يا جماعة بدي أجي وبدأ أدخل على الموقع التابعي هذا هو الموقع تعايا موقع إيجيت يا جماعة ونسخت رابط الموقع وبدأ ألسقه هان طب ليش أسيسو هالكلام هات عشان أنا كتكوتم صمسم نونة مش عارف أصل للفيد برانر التابعي إلا من خلال إنه أنسخ الرابط هدا مباشرة هاي عملية بحس بالشكل هدا لو أنتوا لاحظتوا أصدقائي أداني أكتر من الرابط هان طبعا أنا بدي أركز على الرابط تابعي خليني أقوله كونكت بالشكل هات تمام هيك أنا يا جماعة عملت اتصال في مين في الفيد برانر تمام ماشي يا سيسو طبعا يا جماعة هالوقت بدي أجي وبدأ أقوله بوست سيتنج تمام لو أنتوا لاحظتوا هنا أداني الاسم أنا الاسم اللي بديه بديه مثلا يكون اللي هو ورد بريس هوستنج جود توينز تمام والبواجي هذي للزيادات أنا هين مسحتها أنا بقول لي يا سيسو كيف النشر بالدكية طبعا أنا طلبت منه أنه النشر يكون فوري وهنا بقول له أنا كمان بدي تنشر لي أحدث مقال طبعا بيقدر ينشر لي كل المقالات الموجودة في المدونة تابعتي بس في هذه الحالة يا جماعة هيصير عندك مشكلة أنه لحساب تابعك الفيسبوك أو لتويتر أو وسيلة التواصل تمام حتى نغلق معك بسبب كمية النشر الرهيبة الموجودة عشان يكد أنا بدي أختار بس أول واحدة تمام وخليني أقوله كونكت سوشيال طبعا يا جماعة أنا هنا رابط ووسلتين تواصل اجتماعي كيف كتم هذا الكلام لو ضغطت أنا هام بقدر أختار أي وسيلة تواصل ومباشرة أدخل كلمة السر والفيس والشغلات زي هذه وأعمل عملية الربط تابعتي طيب تمام يا سيسو وصلت لآية هذه طبعا أنا لما حددت وسلتين التواصل يا جماعة تمام لو أنا ضغطت ضغطاية زي هيك جمت اللون الأزرق هيك بس رح يصير ينشر على مين على تويتر اللي حاله لو شغلت هينشر برضو هيك على الفيسبوك وعلى تويتر لو قمت اللي هنا تمام هيعكس الآية زينا صاحبي خليني أتأكد بس أجرب هادي يا سيد العزيز مش يا سيسو طيب تماما في السوس افترض سيسو أن أنا وقفت هادي وبدأ أضيف وسيلة تواصل اجتماعي جديدة مثلا البنترست تمام طبعا هو بس بسمح لي حاليا في وسلتين تواصل تمام وسلتين التواصل اللي أنا شابكهم دايما هيكونوا شغلات معي بنفعش تضيف وسائل جديدة إلا إذا كنت يا سيد العزيز إيش لمسويه إلا إذا كنت مشترك في الخطة البرو تمام خلص شكرا إليك يا عم الغالي الله يعطيك ألف ألف عافية تمام أنا بعد ما ضفتم يا جماعة إيش اللي ممكن أسوي اللي ممكن أسوي يا جماعة لو أنا الإجاد دخلت على المدونة بالشكل هات تمام خليني أجي يا صديقي العزيز تمام وأجي مثلا كأني كأني كتبت بوست اسمه واحد ويا سيد العزيز النص تبعه برضو اسمه واحد وإجاد قلت له يا سيد العزيز نشر بالشكل هات تمام هيا يا سيد العزيز حفظ هادي وهينا بدي أجي أنشر مقال هات تمام المقال الفاضي هذا ماشي يا سيسو سيسو بعد ما أنت نشرت المقال تبعك هل بالفعل نزل على لهو الفيسبوك وعلى تويتر كمان اسبت لي هالإشي هات بصلي يا معلم طبعا لو لاحظت يا أصدقائي إجيت ودخلت على التويتر تمام خليني أنزل هان زي ما أنتوا شايفين أصدقائي اسم المقال لأنا هتوا عملته واحد طبعا هذا من مين انتشر من نفس الموقع اللي أنا سجلت فيه لهو هذا الموقع يا جماعة تمام تعال تأكد سيد العزيز خلينا أدخل على الرابط طبعا اختصر لي ترابط المقال تبعي يعني كسبني باك لينك للموقع تبعي لو أنا إجيت عملت عرض للمدونة زي ما أنتوا شايفين أصدقائي طيب خليني أجي وأدخل على الفيسبوك لو أنتوا ركستوا هنا هنا نشر لموقع الاف تي 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 تمام المقال لسه الموقع هذا ما نشرش على صفحة الفيسبوك بده شوي بكون نشرت هان يعني حينشر المقالين يعني نفس السيستم اللي هان تمام لو أنتوا لاحظتوا هذا المقال مين اللي نشره هو هو نفس الموقع اللي هتاو سجلنا فيه لو نزلت تحت نونة نفس عنوان المقال هو هو لكن نشره مين الاف تي 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 تمام هيكد أنا بكون كسبت على المقال تبعي أكم باك لينك بكون كسبت تسيد العزيز 2 لصالحي تمام خلينا أحدث الصفحة يمكن يكون نزل هداك الثاني اللي هتاو احنا اشتغلنا عليه لو أنا اجيت وتأكدت هالوقت يا جماعة خلينا بس أتأكد بسم الله هيك يا سيد العزيز بقولي نشر تمام لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي هذا هو الموقع تمام هيه نشر المقال لإسمه واحد اللي هتاو عملته والآي أف تي 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 تمام كمام برضو نشر نفس المقال وهيه نشر لسيد العزيز الرابط خلاص الله يعطيك ألف ألف عافية عمه مرسي جدا مع السلامة شكرا حبيبي يا سيسو عن جد سيسو الفرصة هذه والله العظيم حلوة وكمان مصمسمة نونة وإنت كمان الله يعطيك ألف ألف عافية عشان مقال فاضي تمام أنا خلصت من المهمة هذه يا جماعة هيكت اتأكدت أنه الموقع ماله شغال مية في المية معي تمام لو أنا اجيت ضغطت هنا تمام خليني بس أتأكد بسم الله طبعا آه يا سيسو آه يا سيسو ناشر مقال معي لو أنا ضغطت عليه هاي زمنتو شايفينها أصدقائي تمام كسبني باك لينك من الموقع هاد لصالحي الله يعطيه ألف ألف عافية طيب تمام تويتا لو سمحت يا تويتا آه يا سيسو خليني أعملك دليت من بعد إذنك عشان عيب تظلك موجودة ماشي يا بسوس ماشي يا سيسو هيك هذا سيسو بدي يصير هو أنا آسف أنا آسف طيب تمام هاي هذا قصة جماعة طبعا متأكد أنا مليحقش أتأرشف بس خلينا نتأكد هيك احتياطي تمام لو أنا اجيت عملت أرشف خلينا بس أشوف نزل ولا لا لا الحمد لله طيب تمام هذا الرابط بدي أقوله تعاكوبي بالشكل هذا تمام وخلينا أدخل هنا يا سيد العزيز وأقوله طلب إزالة هاي يا سيد العزيز لصق عشان رابط المقال هادا مش نافع هيك هيك ما فيش فيه محتوى أساسا تمام بعد ما أعمل طلب إزالة ما بدي أجي أزيله منها خلص الله يعطي ألف ألف عافية في النهاية أنا تأكدت أنه الموقع هذا مالو معي شغال مية في المية طبعا ملحوظة يا أصدقائي الفيسبوك والتويتر بتقدر تستغلهم بشكل عادي تمام الحلو هنا لو أنا ضغطت هنا تمام بقدر أضيف أي موقع بدي أياه هنا بدأ أقوله بدأ أضيف موقع جديد طبعا بقول لي أنت من وين حابب تضيفه حابب تضيفه من يوتيوب جاسيسه ولا من فيه دبرانر من تاني هاي فيه دبرانر رسيد العزيز طبعا بتقدر تدخل على أي مدونة تانية وعنفس الصفحات على صفحة الفيسبوك نفس ما توسجنا وعلى صفحة توطر رح يصير برضو ينشر من المدونة التانية إن شاء الله تضيف مليون مدونة برضو إلك الحج أنك تضيف طبعا أتمنى أصدقائي أنه هذه الحلقة تكون مميزة تمام لأنه أنت يا صديقي العزيز رح تكسب باك لينك رح تجول أرشف تابعتك تمام والأهم من هذا لو أنت كنت بتكتب كمية مقالات ضخمة رح ينشرها في نفس التوجيد أتمنى أصدقائي تكون السرعة وصلت طبعا الله يعطيكم ألف ألف عافية وكل الشكر والتحيات والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقائي تكون السرعة وصلت